السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلاب الخامس الابتدائي أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة امتحان نهاية السنة 2023 لمادة اللغة الإنجليزية وعدنا اليوم حل هذه الأسئلة بالبداية يجينا قطعة خارجية read the verses then answer the questions buy through or force choose five يعني أقرأ هذه القطعة وأجب بكلمة توصح أو force خطأ واختر خمسة يعني العراق هو بلد في جنوب شرق آسيا عاصمته بغداد وفيه نهران شهيران هما دجلة وفران في العراق يتكلمون اللغة العربية واللغة الكردية the Iraqi flag is red, white and black with the green Arabic writing الله أكبر that is the green flag in the middle يعني معناها إنه العلم العراقي تكون من اللون الأحمر والأبيض والأسود وأخضر بكتابة الله أكبر اللي هي معناها أن الله كبير في الوسط there are lots of interesting places to see like Babylon the marches ملوية the minerals the zackros mountains and bichal and bichal and bichal يعني معناها إنه الكثير من الأماكن الممتعة والرائعة في تلك مشاهدتها مثل بابل الأهوار منوية السامراء والزقورة وإضافة إلى شلالات bichal خلينا نجاوب على الأسئلة يقول Iraq is the country in the south-west Asia الجواب نعم شوفوا إذا نبقوا على نفس الخطعة إذا موجودة نفس الكلمة فنقول true الجواب هنا رح يكون true نجا على الثاني يقول London is the capital of Iraq الجواب no and false يعني ليست ضملة الثالثة يقول the tigers and youth are famous for in Iraq الجواب true نعم نجدوا القرآن الأشهر people in Iraq speak Arabic and English الجواب false يتكلمون اللغة العربية والتل الخردية the Iraqi flag is red and yellow الجواب وإيرلان false ما عدم لون أصفر في عالم العراق there are lots of interesting places to see like Babylon الجواب true نعم 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 كثير من المعالم الجميلة في العراق وخاصة من لا أشياء مثل بابا there and hydra شوفوا هنا الأختار S ليش أختار S على اعتبار أنه الكلمة لا تنجمع مفردة برد خفز لا ينجمع لأختار S هنا من نشوفون أيام الأسبوع We always go shopping saturday saturday من أيام الأسبوع كوبار تختارون on I usually go do cycling I usually go cycling لا تستخدمون go تستخدمون do يعني ألعب ركوب الدراج this book is mine بما أنه الكلمة head ستستخدم كلمة mine هنا I دائما I قال لكم تاخذ have I you they we والجمع يأخذون have she he it والاسم المفرد يأخذون has زي هنا how many أو how much أباوع أنه بما أنه cookies جمع فإذا أستخدم how many لأن تستخدم إلى الجمع how many وليس للمفرد نجي بالنسبة إلى الزرع بمجد question in the last A to their response in the last B يعني أختر بين الإجابة الصحيحة أيوة B would you like in banana شوفوا إحنا would you like يخاطب نئلية فمن يخاطب نئلية أنا لازم دائما قناع ونشوفون ودلوا لك ما كون الجواب yes أو no شوفوا هنا عندي ثلاثة yes وهي yes وهي yes هو الاختيار الف لكن الآن يجب علي أنهم إذا ما عرفت أو حس السؤال وراء وبعدين أرجع أكمله بيننا هنا there is a lot يجمع أعوف هنا ليس عندي الثاني yes شي يحكي عن الفتاة وآني يجاوب لازم أقول yes دائما you like الجواب يكون yes فالاختيار سيكون F بالنسبة where are banda from يسأل عن banda from أين من A فهي دائما اختار D China is Dalia from Egypt شوفوا هنا يسأل عن الفتاة داليا نعم من مصر فالاختيار سيكون D وهنا what language do speak أي نغة تتكلم يسأل إلي فالجواب سيكون I أجاوب I من أشوف U الجواب I فعندي I A وهنا I هنا أستيقظ سبعة الصبح وهنا أتكلم اللغة وهي speak وهي speak فالاختيار سيكون E زين هنا يسأل دائما what time يجي ساعات يعني يسأل عن وقت النهور فأيضا يسأل U جواب A ب I فأختار C وهنا is there any meat for dinner هنا يسأل عن شيء بالنسبة لهذا السؤال write the correct word under the lectures عندي هاي الصور ولو يعني مو هلك ما أشوف حواقع عندي لكن نحاول الصورة الأولى مع clowns مهرجين فأخلي كلمة clowns وإذا ما عرفتوها تروحون تكملون وبعد ينتجون على الثاني الثالث دولة الجماعة يسبحون أعتقد swimming فأختار swimming سباحة وهنا عندي هذا شارك سمك القرش وهنا عندي strawberries strawberries يعني الفرالة strawberries 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 وإن هنا نبقى تأتي لعبة كرة القدم اللي هي food ball أجي هنا if we fall in the blank with the missing word or letter عدي it is سير it is وهي سير he is وهنا عندي books 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 هذي أعزائي هذي ممكن تقولها تخليها es ما يصير أخلي لها الكلمة إنه وقت s macaroni إيطاليا كاري هي من إنديا جابان من هند وهنانا جابان شوان أكتب كلمة جابان باللغة الإنجليزية جابان عوضونا بسكم أعزائي دائما أسماء المدن والدول كتبوها كابتال لتر حتى لو بالتنقيد لك لك كوكت أضيف فقط بيدي وهنانا سامار هوت وينتر أحكون كورد بارد الشتاء هو بارد بينما الصيف سمر هو حام هاي بالنسبة للسؤال إحنا دائما بدنا أخذ لكم أول شي نبدي بكابتال لتر فهان بغض النظر عنه إنه بدأت في فعل مساعد هذا يسموه فعل مساعد وشي ابدي شي كوك آن وعندي ساندي أيام الأسبوع أكتب كابتال لتر ساندي شوفو هنانا ساندي شوفو آن جاب إياها وخلي على استفهام بيش لأن بدأ بالسؤال وأرجع بدفع المساعد وأكتب هنا يس وأخلي كوما وراء يس شي داز ولا أنسى أخلي نقطة بالأخير لأن